البي بي سي عاملين بقولوا حرب غزة اهو فين يا ابن هات يا ابن حرب غزة اين تقف مصر من المواجهة الحالية بين اسرائيل و حماس شايفين شايفين دي يا جماعة فوق بس سبونسر يعني البي بي سي دفعين فلوس عشان الخبر دهو يتناشر حرب غزة اين تقف مصر من المواجهة الحالية بين اسرائيل و حماس بقول للبي بي سي السم الخاص بكم له لون ماكشوف قدامه انا شايفه انا ارى سم البي بي سي اللي بتحطه في العسل لا يذوب امام عيني ابدا هم عاملين سبونسر اهو شغل يا ابني اهو اهو وبقولك حرب غزة اين تقف مصر من المواجهة الحالية بين اسرائيل احماس بقول للبي بي سي لا تحاولوا اخرج مصر من دائرة القضية الفلسطينية القصة مش حماس واسرائيل القصة القضية الفلسطينية مصر مع القضية الفلسطينية مصر تقاتل من اجل القضية الفلسطينية تواجه وتتحرك من اجل القضية الفلسطينية لا تصغيروا الاشياء لا تحاولوا ان تهيلوا طراب على مجهود يبزل من مصر ادي البي بي سي foreign policy foreign affairs تقول مصر في مرجل غزة مرجل مراجل في بتغلي لا الهجوم الاسرائيلي صادع السيسي في مواجهة مع شاقيل ايه اهو تعالى بص شوف بقولك مصر في غلاية يعني مصر في غلاية غزة وجاي بالمعبر رافح بقولك سيسي في مواجهة معه الناس دي ما بتفهمش الناس دي ما بتفهمش الناس دي مش عارفين الناس دي مش فهمين الناس دي للأسف الصحافة دي والراجل اللي كاتب الخبر دهو ليزا ما عرفش ايه اندرسون دي ليزا اندرس دي كانت رئيس جامعة الجامعة الامريكية في القاهرة قبل 2011 ليزا اندرسون ايه انا فاكر الكلام اهو السيتي دي بتقول الغلاية بتاعت غزة دي هتعمل السيسي مواجهة مع شعبه يا سيتي ليزا انت ما بتفهمش يا سيتي ليزا انت ما بتقريش يا سيتي ليزا انت قعدت في مصر بس باين عليك ما شربتش من النيل باين شربت ميت مجاري او حاجة سيتي ليزا بتتكلم كلام تافه كلام حقير كلام رخيص لكنها بتركز وبتشتغل على مخطط احنا فاهمينه كويس جدا دي ليزا اندرسون السينين